السلام عليكم جريدة عبر ترحب بكم النظور اعتقال شخص مثلي بأحد الفلات بقرية أركمان الساحلية رفقة شابين في حالة تلبس والتحقيقات متواصلة اعتقل رجال الدرك الملكي بمركز أركمان بالنظور شخص مقيم بالديار الألمانية في الأربعينيات من عمره بحر هذا الأسبوع رفقة شابين من العاصمة الاقتصادية في حالة تلبس بممارسة الشذوذ الجنسي داخل فيلا معدة لهذا الغرض وحسب مصادر لجريدة عبر كوم فإن الموقوف 45 عاما معروف لدى ساكنة منطقة كبدان بسلوكاته الشاذة ومثليته والشابان الذين كان لذان كان بمعيته ينحدران من الدار البيضاء يبلغان من العمر 22 و24 سنة استضافهما بعدما تعرف عليه عن طريق البريد الإلكتروني وعادهما بمنحهما قدرنا ماليا وتضيف ذات المصادر أن آخر صهرة جماعية للشذوذ نظمها المتهم الرئيسي في القضية كانت بأحدى الفلات التي يمتلكها بالقرب من شاطئ قرية أركمان وعمل على توثيق هذه الليلة المجنة بواسطة كاميرا فيديو وقد صرح للعناصر الأمنية المكلفة بالتحقيق معه أن عمليات التصوير التي كان يقوم التنبعث من رغبته في العودة إلى مشاهدة ممارساته فقط ولا يهدف إلى نشرها أو بيعها جريدة عبر تشكركم على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة